اتجاه المريء نحكي شوي عن المريء المريء هو عبارة عن انبوب خلق ربي سبحانه اللي يمر من خلاله الطعام والماء يعني كل شيء يمناكله يمر من خلاله طبعاً ينتهي بفتحة عند المعدة هي مفروضة تكون تغلق يعني لما يكون ما فيه عمياه كل الإنسان ولا ما عم يدخل طعام ولا ما مفروض تقعد مغلوق على يكون حمض المعدة بمستوى لأنه حمض المعدة أساساً البيئة اشتاعه يعني نسبة الحموضة طبعاً من الواحد لاتنين يعني حامض يعني جداً لو انسان بيبلع مصمار بيدوب يتآكل نتيجة ارتجاع المريء بيكون هلأ إذا كان مرضي ناتج عن فتق يعني فتوق مثلاً نوعي من الفتوق هذا قاله نظام بروتوكول يعني خاص بعلاجه أما بحال صار ارتجاع المريء ناتج عن نقص حمض المعدة من أسوأ ما بيغضو المرضى اللي عنده ارتجاع المريء هو مضادات الحموضة أي مضادات الحموضة بتضعف كثير من حمض المعدة وبتنهي نهائياً يعني هذا الشيء بيخلي المعدة قابلة للأمراض للجرتومة المعدة للكنديدا كثير أمراض بتصيب للمعدة نتيجة مضادات الحموضة إذن لذلك يعني مفروض نطلح المسبب أوكي فدائماً لما ينقص حمض المعدة عن مستوى المتعارف علينا بلك لأنه حمض المعدة زايد عم يصير ارتجاع المريء هو العكس تماماً نتيجة نقص حمض المعدة بيصير ارتجاع المريء لما ينقص حمض المعدة البواب تبع المعدة ما بيغلق يظل رخف شوي فهذا الشيء بيؤدي لانه ارتجاع المريء فعنده بروتوكول لعلاجه طبعاً إذا بحال كان ارتجاع مريء فقط مو واصل لمرحلة التهاب ورسومة معي دواوة الخط الأول من العلاج هو خل التفاح العضوي خل التفاح نعم العضوي طبعاً طريقة استخدامه مغرف صغير في كوب ماء ومنشربه يعني يوم بيوم لمدة 15 كوب بعدين من وقفه ما بيصير نشربه كثير مشامي المعدة تتعود على حمض عمي قوي عمي يجي خارجي ما بتعود تعتمد على نفسها بإفراز هذا الحمض الآن لإفراز حمض المعدة بدنا ثلاث مكونات لازم يكونوا موجودين الهيدروجين والزنك تمام والصوديوم هذول طبعاً الهيدروجين ما بينقص حتماً لكن اللي بينقص ممكن الصوديوم أو الزنك هذول اللي يتكون حمض المعدة فيهم لازم المتمحة كان الخط الأول خل التفاح خط الثاني ملاح الهيمالية ممكن نحط شوية صغير تحت اللسان نمتصهم لأنه فيهم صوديوم الخط الثالث هو الزنجبيل ممكن طرف صغير نقدمه أو نعمله مشروب نشربه والأهم والأروع من هذا الشيء كله هو الأرق السوس نبات الأرق السوس بيرجع بقوي بطانة المعدة بيضبط حمض المعدة وبيرجع بيساعد على إغلاق البوابة اللي هي عم تكون رخفة عم تخرج الحمض نقص حمض المعدة هذا الشيء يعني أنه ما في تكسير للبروتين اللي تجي عن اللهم نقص معادن نقص فيتامينات أنيميا يعني له كتير أعراض